سيد محمد أهلا ومرحبا بك بداية في الظاهرة المحكمة الاتحادية قررت بأن هذا القرار إعادة فتح باب الترشح من جديد لرئاسة الجمهورية يعود للبرلمان ككل وليس لرئاسة البرلمان فقط وقضت بعدم دستوريته ماذا بعد هذا القرار؟ نعم مساء الخير تحية لكم ولمشاهدين ولكل الزملاء طبعا هذا القرار كان منتظر بكل صراحة من قبل محكمة مسيسة وهيئة قضائية تحتاج إلى هيئة قضائية أخرى لتقويمها لذلك بكل صراحة لم نتفاجئ من هذا القرار ولكن هناك أيضا نقطة مهمة جدا تتعلق بمجلس النواب العراقي مع أنني أرى تناقضا حول هذا الموضوع لأن هيئة رئاسة البرلمان هيئة رئاسة مجلس النواب هي تمثل كل مجلس النواب فلماذا هذا التحريك مرة أخرى وإعادة الموضوع إلى التصويت؟ أنا أعتقد أنه بعد هذا القرار الكرة باتت في ملعب مجلس النواب العراقي وتحديدا التحالف الثلاثي وأنا أرى بأن التحالف الثلاثي سوف تكون له اتصالات وتواصلات خلال الأيام القليلة القادمة وأن الجلسة القادمة للبرلمان سوف تكون جلسة لإعادة فتح باب الترشيح مجددا ومن خلاله إما سيعاد المرشحين مرة أخرى تعاد ملفاتهم إلى البرلمان أو سوف يكون هناك مرشحين آخرين هذا إن لم تخرج لنا المحكمة الاتحادية بثغرات أخرى أو بما تسميه ثغرات لعرقلة هذا الموضوع إذن ما زال الموضوع مبكرا للحديث عنه بكل هذا الوضوح ولكن أعتقد أن التحالف الثلاثي واجتماعات التحالف الثلاثي سوف تحسم الأمر سيد محمد أنتم في الحزب الديمقراطي الكردستاني وفي البارتي ما خطواتكم القادمة بعد هذا القرار؟ طبعا قرارات البارتي تعتمد على قرارات القيادة وما يصدر من خلال مجلس القيادة والرئيس مسعود بارزاني والمكتب السياسي بالتأكيد بالتأكيد سوف يكون هناك بيار العفو للحزب الديمقراطي الكردستاني حول هذا الموضوع أنا أرى بأن الحزب الديمقراطي الكردستاني أمامه الكثير من الخيارات الإبقاء على السيد ريبر أحمد كمرشح عن البارتي لرئاسة الجمهورية هو إحدى هذه الخيارات وأعتقد بأن البارتي سوف يتمسك بهذا القرار للكثير من الاعتبارات والأسباب بعضها سياسي بعضها مهني وبعضها تاريخي يعود إلى الخلفية التاريخية للسيد ريبر أحمد كما سوف تكون هناك اتصالات مكثفة بالتحالف الثلاثي التيار الصدري وتحالف سيادة أيضا في إطار المبادرة التي أطلقها الرئيس مسعود بارزاني سوف تكون هناك اجتماعات قبل يومين سكرتير المكتب السياسي الحزب الديمقراطي السيد فاضل ميراني كان في بغداد والتقت قيادات القيادات العليا تقريبا للتحالف الثلاثي حول هذا الموضوع واعتقد اجتماع القمة على أساس التحالف الثلاثي تأجلت بسبب قرارات المحكمة الاتحادية وانتظار ما سوف تقول إليه الجلسة أعتقد أن الديمقراطي أمامه الكثير من الخيارات ولكن التحصيل الحاصل هو أن أي مرشح لم يحز أو لم يحظى بدعم الحزب الديمقراطي الكردستاني فلن يكون رئيسا للجمهورية سيد محمد أنت تحدثت عن موضوع أن هذا القرار سيعود إلى البرلمان للتصويت عليه إعادة فتح باب الترشح من جديد برأيك هل يحتاج إلى الثلاثين وهل أنتم في التحالف الثلاثي تملكون هذه الأغلبية مسألة الثلاثين من عدمه لم يوضح من خلال قرار المحكمة الاتحادية وهذه المسألة من الممكن نعم أن تكون ثغرة أخرى سوف يرميها أو ترميها المحكمة الاتحادية أمام مجلس النواب العراقي لمزيد من العرقلة في الاستحقاقات الدستورية نحن نعيش اليوم كوارث دستورية وقانونية عن طريق المحكمة الاتحادية وبتواطئ من المحكمة الاتحادية للأسف لذلك أن هذه النقطة أولا منوطة بالمحكمة الاتحادية ولكن إن كانت المسألة تتعلق بالأغلبية البسيطة فالأغلبية البسيطة موجودة لدى التحالف الثلاثي وهناك أطراف من داخل الإطار التنسيقي أرادت وتحاول ما زالت تحاول أن تنضم إلى التحالف الثلاثي وتنسلخ من جلد الإطار التنسيقي مع أن الحزب الديموقراطي الكردستاني ليس من شأنه أن يفتت الإطار التنسيقي أو أي طرف آخر ولكن هناك أيضا أطراف داخل الإطار التنسيقي ملت من سياسات بعض الأحزاب الميليشيوية لذلك تريد أن تنسحب شيئا فشيئا وتنضم إلى هذا التحالف الثلاثي الذي من الممكن أن يشارك في الحكومة كسلطة تنفيذية وليس كحكومة ووزراء ومسؤولين مسألة وجود الثلاثين أو عدم الثلاثين من الممكن أن تتحقق من خلال التواصل والاتصال ومن خلال العديد من الاتفاقات الحزبية والسياسية لكن هذه المسألة أيضا ننتظر من خلالها قرار آخر للمحكمة الاتحادية وبالتأكيد فإن كل ما يصب في مصلحة التحالف الثلاثي والحزب الديموقراطي وإقليم كردستان سوف يكون مرفوضة من قبل محكمة الاتحادية في حال عدم فتح باب الترشح من جديد سيد محمد ما هي خياراتكم؟ هل ستدعمون مرشح آخر؟ نعم المرشحين الكرد كثار موجودين في داخل مجلس النواب العراقي وقدمت ملفاتهم ولكن أي كان المرشح المدعوم من قبل الحزب الديموقراطي الكردستاني فلن يكون بالتأكيد الدكتور برهم صالح الدكتور برهم صالح أصلا هو اليوم فاقد للأهلية وغير مستوفي للشروط لعادة ترشيحه مرة أخرى وبكل صراحة يراد أن تحرك قضية أخرى ضد الدكتور برهم صالح بسبب العفو الرئاسي والتراجع عن العفو الرئاسي وهروب المجرم من العراق بجنسية دولة أخرى لذلك من الممكن نعم أن يدعم الحزب الديموقراطي الكردستاني مرشحا آخر هل هناك أسماء فريحة صيد محمد يعني وبقية الأطراف والأحزاب الموجودة لا حتى الآن لم تطرح أي أسماء ولكن بالتأكيد لكل حادث الحديث إن أغلق باب الترشح ولم تعد الملفات المرفوضة مرة أخرى لمجلس النواب العراقي سوف يكون للحزب الديموقراطي قرار آخر بدعم هذا المرشح أو ذاك ولكن في إطار التحالف الثلاثي والاتفاقيات التي من الممكن أن تعقد مع هذا الحزب أو ذاك طيب يعني بعد كل هذا الحديث وهذه المماطلة التي وصفتها أنت سيد محمد يعني هل نحن أمام انسداد سياسي حقيقي في هذه المرحلة؟ نحن أمام كارثة سياسية سيدتي بكل صراحة ليكن واضح أن حول هذا الموضوع الاستحقاقات الدستورية تتأخر يوما بعد يوم بسبب المحكمة الاتحادية يعني اليوم القرار السياسي القانوني المسيس والغدر السياسي المقنن هو ما يتحكم بالعملية السياسية العراقية أنا توقعت بكل صراحة أنه لن نشهد تشكيل حكومة لا في الشهر الثالث ولا في الشهر الرابع يعني لنفرض أن اليوم تم تخويل شخص أو تكليف شخص بتشكيل الحكومة سوف يحتاج إلى 45 يوم لتشكيل الحكومة ونحن في بداية الثالث لذلك أنا أرى بأن كل تأخير في أي استحقاقات دستورية سوف تتسبب بالكثير من الأضرار للعراق العراق اليوم يعيش كوارث اقتصادية صحية سياسية نحن اليوم أمام انسداد سياسي لم يشهده العراق في تاريخه طيلة تاريخه ولذلك أنا أرى بأن الأطراف السياسية يجب أن تتفق على حسم هذا الموضوع وإلا فإن الضرر الكبير سوف يقع على العراق بشكل عام ولن يكون هناك أي ناجي من هذا الضرر وسوف تتحمل الأطراف المسؤولة عن هذا الانسداد السياسي مسؤولية ما سيحصل هناك تهديدات نعم تواجه أقليم كردستان هناك ضغوط اقتصادية والسياسية تواجه أقليم كردستان ولكن بالتأكيد سوف يكون لأقليم كردستان ردود قانونية حول هذا الموضوع ولكن الطامة الأكبر المشكلة الأكبر في احتمالات الحرب الأهلية الداخلية بين الأطراف الشيعية الشيعية وبين الأطراف السنية والشيعية ومزيد من الخراب الذي سيصيب مدن الجنوب بسبب السياسات الخاطئة للأحزاب التي تتحكم بالحكومة العراقية والتي تريد عن طريق ميليشياتها أن تفرض أجندات سياسية خارجها على العملية السياسية العراقية نعم سيد محمد زنقنة عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني شكرا جزيلا لك